بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم أو صباح الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو زيكم عاملين ايه جولة جديدة ويوم جديد في سوق التنس الحضاري النهاردة بقى الاربع احنا كنا هناك بنصور عشان انتوا عارفين ان هما بيستعدوا ليوم الجمعة اللي انتوا هتشوفوا النهاردة دي استعدادات لفرش يوم الجمعة جبتلكوا الرفايع عشان انتوا بتحبوا دايما تشوفوا الرفايع اللي موجودة وايه الجديد فيها يعني معظم الستات وكمان في رجالة كتير بتحب تشوف طبعا بيبقى ليها اهتمامات تانية غير الرفايع بتاعة المطبخ والحاجات بتاعتنا دي لان بيبقى فيه اجهزة وفيه حاجات تانية بيبقى برضو ليهم اهتمامات بيها فهنشوف بقى ايه اللي موجودة عند محمد حسن احنا في محل واحد وستين الف مبنى الف الدور الاردي عند محمد حسن هنشوف ايه اللي موجود عنده لانه جايب النهاردة بقى الصيني وكسات فناجين كبيات اطقم شاي جايب حاجات حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله اه زي ما نشوفين حاجات كلها لسه في كارتينها وفيش حاجات طلعت منها خالص بصوا الفورشة دي كان سعرها ميت جنيه طبعا الحاجات يا جماعة الاجهزة زي ما احنا متعودين بنجربها الاول ونشوف ازا كانت شغالة ولا فيه ناس ما تبقاش فرقة معاها ممكن تاخدها عادي وتزبطها هي فيه لا لازم نجرب الاول وطبعا يفضل لو انت عايزها تمام شغالة يبقى تجربها الاول فيه كمان كان عنده الكارتونة دي كانت كلها سواني بايريكس نفس الشكل ونفس الحجم بصوا يعني لو كنت بس بشوف المكتوب عاديها طبعا ما شوفتوش ما كانش باين خالص من الازاز بصوا كمان الكاز ده شجد جدا يتحط كديكور شكله لزيز مجموعة الكبات بقى اللي عنده اسعارها بتبدأ من اول خمستاشر عشرين خمسة وعشرين زي ما انتوا شايفين كده نوعا الكارتونة كلها كبايات وطبعا حاجات مختلفة غير اللي انتوا شفتوها بس هو طلعلي إلا على الوش بصوا البايريكس تاني هتطلعلي واحدة تانية عبرده عشان تشوفوا الكارتونة كلها صواني بايريكس نفس المقاس ونفس الشكل كلها جديدة فش فيها حاجة مستعملة نوعا الحاجات دي احنا بنحب نقطنيها في مطبخنا جدا عشان بتدي شكل حلو على الصفرة وهي كمان استخدامتها زريفة هنا كمان بصوا في الأطباق الفناجين ده طقم فناجين شاي وقهوة وبراد يعني يعتبر طقم شاي وقهوة بس طبعا هو بيطلعلي الحاجات اللي على الوش زي ما انتم شايفين كل الكارتين بتبرشمة وما كانوا لسه جايبين الشغل ويدوب حطوه بس في المحل وطبعا الفرش بيبقى يوم الخميس بس طبعا حبيت اديكم فكرة عشان تعرفوا ايه الجديد اللي موجود لو في حاجة عجباكم تقدروا تنزلوا لها يوم الجمعة ان شاء الله وطبعا عارفين ان السوق اللي بيبقى فارش برة بيبدأوا فيه من يوم الاربع بعد العصر بصوا كمان في عندهم الحلال الكبيرة دي هو بيحاول يطلع لي الفناجين بس كله بيطلع حاجة بتطلع حاجة مختلفة خالص غير طقم الشاي والقهوة اللي معانا طبعا هو مش عارف يطلع كل اللي في الكارتون الحاجات دي ان شاء الله يوم الجمعة هتلاقوها كلها بقى مرصوصة وجاهزة وهتشوفوا حاجات حلوة جدا برضو عنده مجموعة كبيات كتير طبعا سعر الكباية فيه بخمستاشر فيه بعشرين وطبعا لو هتخدي بقى طقم هتبتدي تعديه بصوا الطقم الارقبال ده يا جماعة ده تايلاندي الموديل بتاعه فرنساوي بس هو صناعة تايلاندية الطقم ده حلو قوي يعني هو كان فيه طبقين منهم او تلاتة في الكارتونة دي والباقي كان موجود في كارتونة تانية هنشوفها برضو وهنطلع الحاجات اللي فيها برضو اللي موجودة على الوش بصوا كمان بولات الشربة اهيه الطقم ده على فكرة جماعة حلو قوي 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 اللي عايز طقم ارقبال اه نظيف اه الطقم ده محترم جدا بالف وسبعمائة بالف وطوانمائة جنيه بصوا فيه مجات شاي بصوا فيه كمان الطاجن ده الطاجن ده بالغطى بتاعه المج كمان تحفى بصراحة الطقم ده حلو جدا اه ما يتفوتش اللي محتاجة الحاجات دي الطقم ده لو محتاجة الحقيقة بسرعة خديه لانه فعلا طقم حلو جدا زي ما انتو عارفين الاسعار طبعا مش نهائية بيبقى فيه كلام تاني بصوا دي فناجين دي الاطباق بتاعتها الفناجين موجودة تحت هنا بيفتح على قد ما يقدر برضو يوريكم الحاجات اللي موجودة لانه انتو عارفين الازاز اه لازم بتعمل معاه بشويش خالص اهو زي ما انتو شايفين اه ما شاء الله عنده للمرة دي كمية كوبايات سواء كانت كوبايات صغيرة بصوا الفنجان حلو جدا شيك او شكله ظريف الحاجات دي بيبقى ليها اطباقها وقال لي ليها اطباقها انتو هتلاقوا بقى عنده شبات المية وكوبايات الشاي مجات هتلاقوا حاجات كتير جدا ومركز قوي على الصيني كمان السكسات فيه كمان الالتحف الجميلة دي كمان دي حلو قوي فيه كمان ده طقم صيني مصري صيني قصدي طبعا الحاجات دي لما هتطلع من كراتين هبقى هتشوفوا الاعداد والاشكال عاملة ازاي عشان ما نظلمهمش بصراحة وكله في الكراتين وحاجات كتيرة فوق بعض وفيه حاجات تانية اكيد ما ظهرتش موجودة من تحت خالص فيه كمان عنده سماعات دي كان سعرها خمسمائة جينيه الاتنين دول فيه عنده كمان الكاسة الظريف ده ده حاجات قديمة كده وآآ يعني نادرة الوجود دلوقتي ده فيات بقى عشان الشتاء بصو كمان الحلل دي عنده منهم اربعة مشكلهم زي ما انتم شايفين كده وجودات تماما هنا بس الحلل دي آآ المقبض بتاع الغطى مش موجود او بصو زي ما انتم شايفين مش موجود فطبعا سهل جدا ان احنا آآ نوفر له مقبض فيه كمان كان عنده الشفاطات دي كلها جديدة الصينية دي كانت بخمسين جينيه والشفاط كان سعره تلتميت جينيه بص انا جبتلكم الطاجين تاني بصراحة كان عجبني وطلعته عشان اشوف شكله طقم ده بصراحة لقطة اللي هيلحقه مبروك عليه آآ نرجع تاني للشفاط اهو آآ اولمبيك وسعره تلتميت جينيه وكان فيه شفاطات تانية اهو زي ما انتم شايفين وده كمان واحد تاني كان مركون كده على جنب كلهم جداد زي ما انتم شايفين كده فكرتانهم عنده برضو الصواني دي وخمسين جينيه عايزين بقى ميكرويف هتلاقوا ان شاء الله الاسعار عندهم في الميكرويفات بتبدأ من الف وخمسمائة جينيه من حلوة اول مبخرة دي كمان جميلة والصانية دي بصراحة طحفة شكله شيك قوي ده مبرد فيه كمان عنده انابيب بوتجاز سعرها كان ست مئة وخمسين جنيه دي بقى حاجة الاطفال كراسيهم والاسكوترات عربيات كراسي بتاعت الاكل حاجات كتير كده العربيات بتاعتهم بتاعت البيبيهات عنده شوية حاجات كده للاطفال حلوة جدا بالنسبة كان فيه حد سألني عايزين الالعاب اللي هي الخاصة بالحضانات اللي هي المرجيحة والزحليقة والحاجات السغنانة دي بتاعت الاطفال الحاجات دي انا كنت دايما بشوفها عند محمد انا سايب رقم تليفونه اهو ممكن تتواصلي معاه المتابعة اللي سألتني عليهم ممكن تتواصلي معاه وتشوفي ايه اللي متوفر عنده واسعاره كمان ايه وطبعا فيه اسعار خاصة لللي هياخد كميات طبعا بصوا كان فيه اللابات دي ماركونة كده على جنب عنده كمية لابات لبأسة بيها الناس بقى اللي ممكن اللابات دي تبقى سليمة ممكن يبقى فيها مشكلة بسيطة تتحل بكل سهولة الناس بقى اللي بتبقى عايزة الحاجات دي كقطع غيار قدامكم اهيه كميات ما شاء الله يعني كل دي لابات وممكن كمان اللي محتاج لاب ممكن ياخده ويشوف ايه المشكلة اللي فيه ويصلحها اذا كان فيه مشكلة وياريت المتابعة اللي سألتني على لعب الحضانة تتصل بمحمد وتشوف ايه اللي متوفر عنده لان انا كنت بشوف عنده بس الحاجات دي برا برا السوق مش برا المحل انا اسفة لانها طبعا بتاخد مكان فما ينفعش تحط جوه المحل فممكن تتواصلي معاه وهو ان شاء الله يقولك الحاجات اللي موجودة عنده بأسعارها وتعرفي كمان الرنج بتاعها دي كده احنا يعني يعطي طبعا خلاص كده لمينا كل اللي في المحل ان شاء الله اللي هينزله يوم الجمعة بقى هيشوف بقى كل الحاجات دي على الطبيعة وهيشوف كمان حاجات تانية احنا ما طلعناهاش ومعرضناهاش لان مش كل اللي عنده احنا عرضناه كمان طقم القهوة ده شكله حلو قوي الورد اللي فيه ده شكله شيء جدا الطقم بعلبيته زي ما انتم شايفينه وكان سعره 200 جنيه فيه كمان الصناية الستالس دي امش عايز اقولكو قدقيت قيلة وقدقية جميلة جميلة بجد المشكلة اللي فيها بس البقع اللي فيها دي بس بس هي كتقل وخامة محترمة جدا زي ما قلتلكم الميكرويفات موجودة اهي سعرها 1500 و 2000 جنيه ده كمان باناسونيك بس بصراحة مش عارفة اذا كان مستعمل ولا جديد هو شكل الميكرويف يعني من برا كده عاوز يتغسل يتزبط بس انتم عارفين الحاجة لما تبقى في كارتونتها بتشكي فيها على طول بتحسيها جديدة دي كمان شيلة بس رأسها طبعا حاجة دي كمان علبة ظريفة جدا تنفع لدهبك اه لاي حاجة مهمة حابة تشليها من علبة شكلة حلوة جدا كوباية تاني في بقى الصينية دي كمان بس مشكلتها انها كانت متجرحة شوية كده خلصنا جولتنا عند محمد حسن هنروح بقى عند هاني السيسي هاني السيسي رقم 35 ألف الدور الأرضي مبنى ألف يعني برضو ممكن نقول في نفس الاتجاه بتاع محمد حسن بس هو تقريبا في آخر الطرقة هنشوف بقى الجديد عنده للأسف هاني ما كانش موجود فحبيت برضو أديكم فكرة إيه اللي موجود عنده عشان إيه اللي هينزل إن شاء الله يوم الجمعة ياخد فكرة إيه اللي موجود برضو من باب العلم بالشيء عش تبقوا نازلين وعارفين إيه اللي موجود عندهم هو هاني مش موجود بس كان فيه شاب كده صغير بيفرش هو ما كانش هيفرش حاجة بصراحة بس أنا قلت له يريد تفرش عشان أقدر آآ أصوره طبعا عشان ألحق أنزله لكم دي حاجة للديسبنسر مش عارفة ده إيه بالزبط في التلفزيون الصغنة ده براضي وبقى بحاجات كده كتير فيه دي كبة دي كبة ميانتة كمان عنده المفرومة دي ده دورة إزاز برضو عنده بقى مجموعة سكاكين وشوك آآ مش بطلين هنشوف برضو حاجات تانية حلو قوي كمان المفج ده شك جدا وشكله حلو الإيد بتاعته شكلها حلو قوي عنده بقى مجموعة حلل كتير هتلاقوا حلل كتير قوي عنده آآ ألمونيوم تيفال هتلاقوا كمان صوج هتلاقوا حاجات آآ يعني طول ما احنا باشين كده هتلاقوا الحلل ما شاء الله كتير فيه كمان عنده الصينية البايركس دي مش عايزة أقول لكم الصينية دي يا جماعة آآ قد إيه جميلة وزريفة جدا الغطى بتاعها ده ينفع طبق كمان آآ البايركس ده عندي بقاله آآ أكتر من عشرين سنة آآ من من أوائل ما ظهر البايركس الحاجات دي ما تلاقيهاش دلوقتي من أول ما ظهر البايركس ودي موجودة بقول لكم عندي بقالها أكتر من عشرين سنة مش عايزة أقول لكم قد إيه جميلة وآآ وعملية جدا معي فيه كمان لتباق الصاك دي عندهاني الأطباق عنده بتبدأ من أول عشرة جنيه عشرة وخمستاشر وعشرين وفيه بتلاتين كمان على فكرة آآ الشغل ده كله موجود عنده هاني ماركون يعني هو كل أسبوع كان بيفرش آآ جزء من الشغل اللي عنده هو بيجيب آآ كمية كبيرة وبيركنها في جنب في المحل وكل أسبوع بينزل جزء فاللي انتو شايفينه ده آخر حاجة موجودة عنده يعني ده آخر جزء في الشغل اللي كان موجود عنده المخراطة اللي عدت دي حلوة قوي جميلة الحلل عنده بتبدأ من سبعين جنيه سعرها يعني أي حالة هتشوفوها بتبدأ من سبعين جنيه اللي كان قال لي الشاب اللي بيفرش المحل الحلل الصاج الأبيض دي كان فيه موجود منها كزا قطعة يعني ممكن تروح تلاقي طاقم منها آآ تلاتة أو اربعة أنا اللي شفتهم اتنين آآ بعد كده قال لي لأ فيه تاني في وهو طبعا كان بيفضي في الشغل فقال لي لأ فيه تاني برضو الحلل عنده أحجام فيه عنده كمان آآ صواني ستاليس آآ الميكر ساندويتش بس برضو مش عارفة إذا كان شغال ولا مش شغال لازم الحاجات دي كلها بتجربوها ده طاقم حلل برضو مستعمل مش جديد برضو الحلل دي آآ من القديمة اللي أياما كان الصاج لسه طالع جديد والحالة تقيلة ومحترمة وحاجة كده آآ تستاهل بصوا كمان الطاقم اللي قدامنا للحالتين فوق بعض دول آآ هما دول اللي قال لي فيه ليهم تكملة بس يعني لحد ما أنا خلصت ما شفتش بقتهم بصوا الحاجة لسه في الكراتينة هي وآآ كان برضو واقف عمال بيحاول يرس ويطلع الحاجات اللي عنده الصواني عنده برضو فيه بخمسين وفيه بمية بالنسبة للصواني عنده بقى الكبايات آآ بتبدأ الطاقم عنده بيبدأ من سبعين جنيه طبعا زي ما شفتوا كده فيه شنطة مليانة كبايات وكسات بتطلعوا منها زي ما انتم عايزين آآ الاطباق الصيني دي بيبيع الطاقم كامل على بعض بس هو زي ما قلتلكم ما كانش موجود عشان اعرف منه اسعارهم ايه آآ دي حاجات فرضاني ده طاقم برضو في علبته ستة اطباق بصوا دي حاجات فرضاني كده ممكن تلمي منها آآ زي ما انت عايزة ده كمان طاقم كامل على بعضه هنا برضو فيه كبايات وكسات آآ هاني فاتح طول الاسبوع موجود كل يوم بس يفضل بقى لو انت مش هتروحي له الجمعة آآ تتصلي بيه تتأكدي ازا كان موجود ولا مش موجود فيه كمان عنده مجموعة تواجن بصوا كمان آآ قالب الكيك ده كان في آآ متابعة عايزة مني بس والله بجد انا ما شفتوش غير دلوقتي وانا آآ يعني بسجل الصوت وانا بمنتش كمان يعني انا شفت وانا بمنتش ما شفتوش عنده على فكرة يا جماعة وانا بصور فيه حاجات كتيرة جدا بتعدي مني ما بشوفهاش لكن وانا بمنتش بابتدي اخد بالي واشوف قالب الكيك ده كان فيه متابعة طلبة مني في يعني انا ان شاء الله رحت ولاقيته اه هجبهولك ما تقلقيش آآ بس ياريت لو شفتيه تأكديلي عليه عشان آآ اجبهولك هنا بقى كان فيه كرتونة فيها الاطباق الصيني دي طبعا دي انت بتطلعيها وبتشوفي اعدادهم وبتشوفي الطقم بيبقى قد ايه كم قطعة وبالنسبالك عادي ازا كان ناقص او فيه فيه طبعا المتكسر بيتشال وبتشوفي انت السليم بتغديه الطقم ده كمان حلو قوي هاني اول منزل الصيني كان بيبيع الكرتونة على بعضها بيسعارها ويبيعها كلها على بعضها باللي فيها ممكن يبقى فيها طقم فيها طقمين فيها طقم شاي وقهوة بس انتوا حظك بقى في اللي موجود فيها للأسف برضو مكانش موجود عشان يسعار لي دي او يقول لي اسعارها ايه بس زي ما انتوا شايفين هي فيها طقمين طقم فيه الشاي والقهوة والاطباق والطقم التاني كان اطباق بس دي عصاي كده كانت ماركونة على جنب كده احنا خلصنا الجولة بتاعتنا الجولة كانت عند محمد حسن والجزء التاني كان عند هاني السيسي دي استعداداتهم ليوم الجمعة استنوا بقى في فيديوهات جاية كتير وفيها مفاجآت حلوة جدا 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 استنوا الجولات اللي جاية وشوفوا المفاجآت هتعجبكم ان شاء الله اشوفكم بقى في جولة جديدة ما تنسيش لايك وشير لي الفيديو ولا اول مرة تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناة باي باي اشتركوا في القناة